السلام عليكم البنات كديرين لابس عليكم كل شي بخير اليوم را نقدم لكم وصفة للوجه او لتبييض الوجه تجعل وجهها رائع وعبيض بدك شي اللي بتمنتي يكون وجهك يكون الوصفة سهلة وما فيش بزاف المقادر استسمح لان انا اتعطلت في الفيديو لان انا كان عندي ضعوف خاصة وليوم اليوم قارت باش نصور لكم هاد الفيديو اذا المكونات هي خيارة طبيعية كتصلح الوجه بما ان الوجه يكون جاف وكي الناس اللي يتقشل مجهوم وذلك شي قارت باش ندير هاد الفيديو على قبل هاد شي اذا هنا كما قلت خيارة خيارة وعدنا زيت كوكو وخاءة انا ما بقاش عندي بزاف هذا دوبت ودابة في المطيب قبل ما ندير الفيديو ما بقاش عندي بزاف ولكن انا نخدمه باش هذا لان انا استعمله بزاف كيصلح كتعرفوا ان كوكو كيصلح بزاف كيصلح اليدين كيصلح اللابو كله كيصلح الشع كيصلح 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 لهم وكنتمنى بان هاد الوصفات تعجبكم وكذلك عندنا النشا وهي كتصلح للتجاعد لان تجاعد لان تجاعد وما تجعل تجاعد الوجه اذا هاته ثلاثة المقونات لان نديرهم لان نديركم وصفة لتبييض الوجه ان شاء الله بسم الله بسم الله طريق الاخر الخيار نحك وبانيا نحك خلال هناك نحك تصلح الوجه الناشف الوجه الطبيعي او مية الدم تصلح ليني تصلح ليني اي انواع ديال اللافو تصلح ليني تصلح ليني اي حاجات تصلح ليني تصلح الأور의 المنافع بزيارة الوقت الوقت مطلق ثم مصف وغادي ناخدو صفايا وغادي نصفوفيها غيري ما ديال الخياف نصفوفيها غيري ما ديال الخياف ناخدو غيري ما ديال الخياف ناخدو غيري في بها نضيف المحلقة لديد كوكو نضيف المحلقة كبيرة نضيف المحلقة لديد شعر مخضورة نضيف المحلقة نضيف المحلقة نضيف المحلقة نضيف المحلقة نضيف المحلقة هذا هو الخلاط إذا يأتي إلى هذا الشكل و سوف نضيفه أي حقيقة بلاستيك أو زاج أو أي شيء سوف نضيفه سوف نضيفه و سوف نضيفه في تلاجة لمدة 48 ساعة لمدة 48 ساعة سوف نضيفه في تلاجة لمدة 48 ساعة سوف نضيفه هنا نضيفه من الليل و نضيفه بماء دافية سوف نضيفه و نضيفه بماء دافية و سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه بالصابون العادي و بهذا هذا الفيديو اليوم نتمنى يعجبكم و تجربوه يوميا يوميا يصلح الوجه و يبيض الوجه غزال هذا ما أتمنى في وجهك لا تنسونيش تفعيل الجرس و شكرا موسيقى